السلام عليكم النهاردة هنتكلم عن موبايل جديد شركة ريلمي أعلنت عنه وهو موبايل ريلمي 13 بلس الموبايل اللي بيجي بمواصفات ممتازة جدا أصاد الفئة السعرية بتاعته اللي هي في بداية الفئة المتوسطة وفي نفس الوقت مواصفاته حرفيا ممتازة هتعجبك وأنا متأكد أول ما تسمع مواصفات الموبايل مش بعيد تغير رأيك من الموبايل كنت تشتريه وتشتري الموبايل دوت فركز معايا عشان تعرف كل التفاصيل عنه أول حاجة هنبدأ بيها هي الهيكل طول الموبايل دوت 161 ملي وبعرض 74 ملي وبصمك 7.5 ملي والوزن عمل حوالي 185 جرام والظهر بتاعته بيجي مصنوع من البلاستيك مع فريم من البلاستيك وبدعم تركيب شرحة نوتو صال مع دعم شباكات الفايف جي وبنسبة لصوت الموبايل الخارجي فالصوت هنا بيجي استيريو وبدعم منفذ 3.5 والبصمة بتاعته بيجي تحت الشاشة وبيجي مع معمارية IP65 يعني مقاومة الأتربة ورزاز الماء فقط أما بقى بالنسبة للشاشة فبتيجي من نوع أموليد بمساحة 6.6 من 10 بوصة مع نسبة استحواذ بتوصل لـ 89% وبدكة 1080 في 2400 بيكسل وبأبعاد 20 إلى 9 ومع كسافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة وبتيجي بقوة إضاءة بتوصل لـ 2000 شمعة وما معدل تحدث عالي واللي هو وبدعم كمان تقنية يعني شاشة ألوانها جميلة وضيت كل حاجة عن الشاشة وأنا شايف العبل الوحيد اللي فيها إن مفيش معلومات عن نوع طبيعة الحماية أما بقى بالنسبة للرام والزاكرة فالموبايل دوت بيجي بتلات نسخ الأولى 128 جيجا مع 8 جيجا رام والتانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام والتالتة 256 جيجا مع 12 جيجا رام من نوع هيوف SS3.1 وبدعم تركيب مامريكارد لكن اتطار تستغنى عن شريحة من شرحتين اتصال أما بقى بالنسبة للسفت وير والمعالج فالموبايل دوت بيجي من نظام تشغيل أندرويد 14 مع جيت رينمي وآي 5 مع معالج ميتاتيج ديمينسيتي 7300 بمعمارية 4 نانو وبيجيب 8 أنوية بتردد بيوصل ل 2.5 جيجا هرتز مع معالج رسومي مالي G615 MC2 ودوت معالج محترم جدا وممتاز في بداية الفئة المتوسطة وكمان بيعتبر الأفضل في الفئة ديت معالج محترم يديك أداء جبار كبارة من جوألعاب وفي نفس الوقت حافزك على البطارية بسبب معمارية التصنيع اللي هي الأربعة نانو أما بقى بالنسبة للكاميرات فالموبال بييجي بينين كاميرا خلفية الأولى بدقة 50 ميجا بيكسل فتحة عدسة F.8 وبتيجي بمستشعر صوني LYT600 وفيها مسبت بصري والكاميرا التانية للأسف مش عارفين هي كاميرا عبارة عن إيه هالكاميرا للعمق هالكاميرا ماكرو مش ذكرين عنها أي حاجة فللأسف محدش عارف وظيفتها إيه بس ممكن تكون كاميرا مساعدة مش أكتر وبيجي مع فلاش LED وبيدعموا تكنية البانوراما والHDR ويقدر يصور فيديو بدقة بسرعة 30 فريم وبدقة بسرعة 120 فريم أما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة F.4 وتقدر تصور فيديو بدقة بسرعة 30 فريم وبنسبة لباقي التقنيات فالموبال ده بطي واي فاي من اصدار السادس وبليتوس من اصدار ومام كمانيش بي اس وتقنية لكن ما فوش الـ IR ولا الراديو وبنسبة للبطارية فبتيجي بساعة 5000 ميلي أمبير بسرعة شحن 80 واط مع شحن من نوع طيب C2 يعني تشحن بطارية من 0% في المية فحوالي نص ساعة بالكتير أما بقى بالنسبة للألوان فالموبال ده بيه جبلون الضحبي والأخضر والأرجواني وأخيرا السعر الموبال ده اتعلن عنه بسعر 275 دولار يعني حوالي 13400 جنيه مصري و1032 ريال سعودي و36500 دينار جزائري و360 ألف دينار عراقي وبس كده كده انخلصت وطبع رأيك تحت في التعليقات مهما جدا عن الموبال بس تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير والسلام عليكم